رحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله معكم من سأحمد تكمل أسئلة سرشادية خاصة بريضيات صف 3 تنوي المنطقة الشرقية وصلنا للسؤال رقم 94 قيمة قيمة كاف التي تجعل تفاضل 20 ناقص جا 20 دعنا نوضح كاميرا معلشي بساوي 2 كاف جا تربيع سين يبي قيمة كاف تفاضل هادي بساوي هذا نفاضل هادي شن تفاضل 2 سين تفاضلها 2 ناقص شن تفاضل الجا تفاضل الجا بجتى في تفاضل ما بعد الجا يهو 2 إذا 2 ناقص 2 جتى 2 سين تفاضل الجا بجتى بعدين في تفاضل هادي شن تفاضل 2 سين بـ 2 نحطوها 2 هي تساوي 2 كاف جا تربيع سين كويس ممتاز نقسم الطرفين على 2 جا تربيع سين نقسمو على 2 جا تربيع سين تمشي هادي مع هادي مع هادي تقعد لي شنين تقعد لي كاف تساوي ناخد 2 عامل مشترك من فوق اتنين في الواحد ناقص جتة اتنين صين على اتنين جاتر بيع صين تمشي اتنين مع اتنين تقعد لي كاف تساوي واحد ناقص الجتة اتنين صين عندها ثلاثة قوانين نبي قانوني نلغي الواحدة هو وليكن اضافة نبي نختصر معها الجهادي وليكن القانون اللي هو واحد ناقص كتبتها واحد ناقص القانون اللي هو واحد ناقص اتنين جاتر بيع صين صح ولا في قانون هكي لانا الواحد حيلغي الواحد ممتاز جدا هذا النبي على جاتر بيع صين اذا كاف تساوي واحد ناقص واحد يمشي مع بعض او خلنكتبها واحد ناقص واحد ناقص ناقص موجب اتنين جاتر بيع صين على جاتر بيع صين يمشي الواحد مع الواحد هاذا هو يقعد لي؟ يقعد لي 2 جاة تربيع سين على جاة تربيع سين تمشي جاة تربيع معجلة تربيع إذا كاف شب بتساوي بتساوي 2 وهذه هي إيجابة سؤال سؤال 95 حنجاوبوه عن طريق الألة الحاسبة نتقلو إلى الألة الحاسبة تمام سؤال 95 قليك إذا كان ساد بتساوي كذا فإن التفاضل امتحها بساوي نفتح الألة الحاسبة ونمشي لنظام الراد الراد اللي هو أربعة ونكتب تفاضل هادي إذا يبي أعطيك الدلسات يبي التفاضل امتحها فالتفاضل اللي هو عبارة عن D على Dx كويس 1 على 3 طبعا الجاة تكعيب ما تقدرش تديها إلا بطريقة واحدة وهي تفتح قوس تكتب الجاة x الكل تكعيب يعني تفتح قوسة هو الكل تكعيب متاع الجاة لأن الجاة تكعيب سين هي تساوي جاة سين الكل تكعيب كويس بعد ما كتبتها ندير ناقص جاة x وتساكر قوسة متاحها وتمشي هنا وتكتب القيمة اللي هي فرضا واحد اللي بتفرضها واحد هنا بتفرضها لكل واحدة منهم هاو بتساوي واحد الناتج بيساوي 0.5958 كويس نديره AC نشوفه الجاة تكعيب كيف قلنا جاة التكعيب هي عبارة عن شني هي عبارة عن جاة سين الكل تكعيب فنديره جاة اكس الكل تكعيب ونحسبوها كالك عن شني عند الواحد طلعنا الناتج هكي بينما الناتج اللي نبوه هو هذا جرب انت با انا هنجرب جيم تاوه نجربو جيم اللي هي جاة تكعيب سين اللي هي عبارة عن جاة سين الكل تكعيب فتفتح قوس جاة سين الكل تكعيب لاحظنا الرقم هو نفس الرقم هذا هادي يفوتها هادي يلغيها مرة واحدة كأنك ما تشوفش فيها يلغيها هادي اللي هي متع السؤال او تفاضل اللي عطيهنه يساوي نفسه السين اكس الكل تكعيب غير بساني ذات وحدة بناتهم اللي هي كوسين هذا علاش طلع للرقم هو فهذا اللي هو حسبناه التفاضل متاع هذا بيساوي اللي هو سين اكس الكل تكعيب اللي هو الاجابة جيم وهادي هي اجابة سؤال نرجع الورقة ونجاوبه سؤال 56 سؤال رقم ستة وتسعين سؤال رقم ستة وتسعين يقولك ناتج تكامل تكامل جا السين على خمسة دالسين هو خلينوضح الكاميرا تمام لابد بيش نكاملها هادي لابد منشوفه التفاضل ما بعد الجا تفاضل ما بعد الجا شن تفاضل السين على الخمسة السين على الخمسة هي عبار عن شنين هي عبار عن واحد على خمسة السين صح ولا ولما يكون عدد مضروب في دالسين شن تفاضلها تفاضل عدد في سين تفاضلها هو نفس العدد إذن التفاضل متاعها خمس معناها شن نبي هنا نبي خمس ضفتها من عندي خمسة او واحد على خمسة بما أن ضفت واحد على خمسة من عندي اللي محتاجها لابد منضرب بره في خمسة لأن الخمسة هادي تختصرها مع الخمسة هادي كأني ما درت شيء بما أن ضفت من عندي واحد على خمسة هادي اللي هي تفاضل هادي لابد منضرب في خمسة بره لأن الخمسة مع هذه يمكنك تصلها مع الخمسة كل книج لم يكن challenge أنعودها ما جديد سين على خمسة التفاظ لها ت تفاظ إلى خمسة تفاظ سئة الخمسة وهي واحد على خمسة كويس بما أن أنا أقوم بируية الواحد علي الخمسة هم لا بدهم أن نضرو في الخمسة برة ضف لمحة لا succeeded إذا ناتش بسوي خمسة في تكامل هですね كيف تكامل الجهة؟ تكامل إجابي ناقص جهة إذا ناقص جهة سين على خمسة زائد ثابت التكامل وهذه هي إجابة السؤال إذا الإجابة هي رقم جيم تمام وهذا بالنسبة للدرس أتمنى تكونوا قد سفدت معي في هذا الدرس عمل لقابكم في درس قادم بعون الله تعالى شكرا جزيلا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته